ديكو هبقيديو ثاني كانتو بنعملو مع بعضين اهو الفطور. دي كلنا انا كان مبارح عندي شربة لحمة. حطيت عليها سلسة. كلنا بنحمروا المقارونة كده قبل ما نحطاها على الشربة والسلسة. هنعملو مقارونة بالشربة. كلنا بنحطاها على الشربة بتاعمل تنفش على طول كده. وبتكبر في الشربة. لأ احنا بنحمرها كده هون. وبنجيف عليها كوباية مية عادية من الحنفية قبل ما نحطاها في الشربة والسلسة عشان ما تنفش في الشربة. بنحمرها كده حلو كلها. تبقى كلها لون واحد متحمرة. وننزل عليها كوباية المية. هتشربها نهائي تشرب كوباية المية. وبعدين همضفها على الشربة. ولا عمرها هتكبر في الشربة ولا هتنفش. هتبقى زي ما هي في الشربة مسكرة نفسها. مش هتكبر. هتبقى مستوية ان شاء الله. اجي كده المكارونة مع واضينا. حمرت كلها بقيت لون ماكي. بقيت لون ماكي. هننزل عليها كده هو كوباية المية. هتشرب كوباية المية. كلها بستوي فينا. بعدين ندفع الشربة. شاء الله ما واضينا. ها هي في لحوم. الشربة ماينا بكدلية وبالسلطة. هنزل دلعا چاليها. المكارونة هي. هم تشرب كوباية المية. ورجع فرصة تانية هباية اهو. المكارونة هي شربة المية اهو. هم تدفع على شربة الفراخ والفرصة. مع بعضين اهو. هتبقى احنا شربة مكارونة بشربة الفراخ. وكده. تاخد غلوة معنا. ايه. وهنا ندفي عليها. وساعة الفطار تصبيها هتكون مسكة نفسها وحلوة في الشربة. ما تنسوناش في اللايق واشتراك عشان نزلوكم كل جديد من بيت ايمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.